كما أدى نواب وزراء الحكومة الجديدة اليمينة الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكرية مع نواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمينة الدستورية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024 قرر يعين كل من السيدة المهندسة غادة مصطفى لبيب عبدالغني أبو زيد نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكسم بالله العظيم أن أحافظ مقرسا عن نظام الجمهوري أن أحترم الدستورة والقانون أن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد منتصر منع ميهوب جاد الحق نائبا لوزير الطيران المدني أكسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد المهندس أحمد محمد ظاهر محمد حسين نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد المهندس مصطفى إبراهيم عليه الصياد نائبا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد المهندس رأفة عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أقسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد المهندس بقر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الدكتور أيمن محمد بهاء الدين صادق البصال نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتورة عبل أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة والسكان أكسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة الدكتور محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة والسكان أكسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد الدكتور عمر محمد قنديل شمس الدين نائباً لوزير الصحة والسكان أقسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصاً على النظام الجمهوري وأن احترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح للشعب دعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد شريف محمد فتحي الكلاني نائباً لوزير المالية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد ياسر سمير صبحي كامل نائباً لوزير المالية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد السفير أبو بكر محمد حفني محمود نائباً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أخسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً عن النصام الجمهوري وأنا أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد السفير نبيل رياض حبشي غطاس نائباً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أخسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد الدكتور حسام الدين محمد صلاح السيد عثمان نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أخسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرادية السيدة المهندسة صباح محمد عبداللطيف مشالي نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرادية السيد نهاد شهين علي شهين نائباً لوزير النقل أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال وطن ووحدة وسلامة العظيم السيدة المهندس ماجد محمد عبد الحميد متولي نائباً لوزير النقل أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه السيد المهندس وجدي شحاية عبد الحكيم رضوان نائباً لوزير النقل أقسم بالله العظيم أن أحافظ مقلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيدة المهندسة مارجرت صاروفيم مينا يوسف نائبا لوزير التضامن الاجتماعي أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترف الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد وليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزير التموين والتجارة الداخلية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيدة يمنى أسامة محمد فريد البحار نائبا لوزير السياحة والأصار أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصة على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيها